اشتركوا في القناة والمحبوب وآل بيته والصحابة المقربين والشهداء والصدوطين باب العنبرية احد الابواب الخارجية للمدينة المنورة مسجد السلطان عبد الحميد بالمدينة المنورة قبر سيدنا حمزة بن عبدالطلب رضي الله عنه عم الرسول عليه وسلام واخيه في الرضاعة جبل احد الذي قامت في موقع احد سنة ثلاثة هجرية وتشهد فيها سيدنا الحمزة مسجد الفتح احد المساجد التي بنيت اهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويقع في شمال المدينة على رضي من ربا جبل سلح مسجد القبلتين به محرابان احدهما يتجه الى الجنوب جهة الكعبة والاخر يتجه الى الشمال جهة بيت المقرب والمأثور ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المسجد الى بيت المقرب حتى امره الله تعالى ان يجعل الكعبة قبلته بستان ومسجد عروى في ظاهر المدينة ترجمة نانسي قنقر مسجد الغمامة ويسمى ايضا مسجد المصلة ذلك بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيدين في موضعه مسجد سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه عين الزرقاء عين مأثورة يرتوي منها اهل المدينة المنورة مسجد قبل اول بناء اقيمة الاسلام ليكون مسجدا بناه الرسول عليه الصلاة والسلام عند دخوله المدينة وهو المسجد المصطوب بقوله تعالى لمسجد اتسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المستحرين مبرك الناقة لمسجد صباح المكان الذي بركت فيه ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام عند اخر مرحلة من مراحل الاجرة الى المدينة المنورة محراب مسجد قبل ويوجد في نهاية جداره محراب اخر يقال له طاقة الكشف شارع بالمدينة المنورة يؤدي الى الحرام الشريف سوق بالمدينة المنورة قبل قدوم الحجاج سوق بعد قدوم الحجاج ابو السلام احد اجواب الحرم النبوي الشل القبة الخضراء الشريفة التي تظل تحتها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه ابو بكر الصديق وعمر الثارو السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد عبده ورسوله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونطحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اختارك لدواره جزاك الله عن المسلمين خير جزاء